هكذا الفلاسفة انا عديل يعمل كده قال لك اي قب عايز ابني احسن منه قال له يا طري خليك مع عمك عدلي بسم الله ما شاء الله ابنه وباردو كابتن طيار زيه يعني اهلاوي كمان جامل جدا كان لعبك ورا كويس فعايز اقول لك خلاص هم الناس طب اطلع يا ابن بس طيب على ذكر الاهل والزماني الروح دي بقى يا أستاذ ابراهيم الروح دي بقى اهي دعابة ايه وتتحمل دعابة زيه صحيح واخد بالك ازاي انما ما تتحملش تحفيل ايه وده اللي عايز اقوله التحفيل ده متقيل واسقات و تجريح وبعدين نقعد نقعد نشتكي وبعدين نروح محفلين هو احنا فرقتنا كويسة ولا فرقتنا اه زي الفل ولا فرقتنا عايزة تنتقدها تفضل عايش الدوامة دي في اليوم الواحد خمس ست مرات من الشخص هو هو اللي بيزعق اللي بيتخانق اللي بيحفل التحفيل مسألة شخصية انت بتفش مشاعرك الغاضبة وثورتك في حد تعرفه اه او حتى ما تعرفه بقى فيه الناس تقولك ايه ده ايه يا عم يا قصف جابه تنبسط انت مع ان قصف الجابهة ده بيقلم بيقلم استاذ ابراهيم يعني بالصدفة انا كنت بتفرج على برنامج النهاردة الراجل دكتور دارس علم نفسي يعني شاب ومعه ثلاثة بنتين والد في قناة مش مشهورة يعني عجبني جدا برنامج جدا هم بيتكلموا عالتنمر وان هم في المدرسة ان ازاي اي كلمة كان الشباب بيقولها كانت بتأثر فيهم ازاي حتى في القهن يعني اللي تمال ليه يزعقوا والله ما انت فالحة والله ما انت نافع يا مش عارف ايه اخيرا فهمت الكلام ده حتى لو بيزار هم قالوا كده بيعلم ودرجة انه بيسحبوا الثقة منهم لذلك انا بقول واحنا بنتفرج مش ضرورين فعالاتنا نقولها لعبتنا لعبتنا زي الفل لعبتنا مكتسحة لعبتنا اقوى هجوب مش اقوى هجوب ما حصلش واقوى تفاع مش اقوى تفاع ما حصلش يبقى نستمتع بفرقتنا ونديها الثقة حتى لو انت من باب الغضب ساعة الماتش على فرصة ضائعة بتقول كلمتين استنى ما تقولهمش الوقت هتلاقي نفسك بتغير رأيك اخر الماتش انا عايز الناس فما بالك بقى انك انت بتحفل بينك وبين نفسك على حاجة بتحبها مؤكد متحفلش باع اللي قدامك بطريقة قاسية وخصوصا ان انت كسبان والله العظيم نبل النبل انك تبقى كسبان وتحنو على الخاسر صحيح هي دي الرياضة وهي دي الاخلاق ترجمة نانسي قنقر